إذن تابعنا قبل قليل كلمة للرئيس الفرنسي إمانويل مكرون تحدث فيها عن آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بالشأن الأفغاني بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان ووصولها إلى القصر الرئاسي في التداعيات وفي المتابعة قال مكرون إنما تشهد أفغانستان من تداعيات تؤثر على فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي كله وسنشارك في جهد دولي منظم لمواجهة التهديدات التي قد تريدنا من أفغانستان مكرون أكد أيضا أنه سيرسل طائرتين عسكريتين وفرقة عمليات خاصة إلى أفغانستان خلال ساعات وقال إننا نعمل على آليات منظمة لمواجهة التهريب من أفغانستان وسننسق مع دول الجوار كذلك تحدث عن المشاركة في جهد منظم لمواجهة التهديدات وتحدث عن فخر فرنسا بقتالها في أفغانستان وقيامها بذلك كمحاولة لإرساء السلام أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الأفغانية كابل لأن إطلاق الرصاص كثيف شهده قبل قليل محيط مطار كابل وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجهد قال إن الوضع في كابل تحت السيطرة وأنه تم اعتقال متورطين بعمليات تخريبية وأضف المتحدث أنه من غير المسموح دخول منازل المسؤولين سابقين أو تهديدهم ونقل مراسل الجزيرة عن نصدر أمني أفغاني تأكيده ارتفاع عدد قتل التدافع في مطار كابل الدولي إلى عشرة أشخاص وقالت صحيفة بولستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية قتلت مسلحين اثنين بإطلاق نار في مطار كابل هاجموا قواتها المنتشرة بمطار كابل لإجلاء المدنيين ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في طالبان إنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم قال القائد للوكالة إن الطالبان تريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن تشرع في إعادة هيكلة نظم الحكم من جانبه ضع مجلس الأمن الدولي الأطراف الأفغانية للتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف جميع التجاوزات والانتهاكات وأكد المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان لضمان عدم استخدام أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي بلد ودع مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء للحديث حول آخر تصورات على ساحة الأفغانية نضم إلينا عبر الانترنت من إسلام مبادة دكتور عبد المجيب السام مدير المركز الأفغاني لدراسات والأبحاث دكتور عبد المجيب مرحبا بك دكتور عبد المجيب كيف تتابع بداية الأوضاع في الساحة الأفغانية وردات الفعل الدولية على هذه التطورات نعم بداية الأحداث الجارية الآن على الساحة الأفغانية في العاصمة بالذات هي أحداث ساخنة هي عبارة عن مجموعة من الأحداث التي تواكب مثل هذه الأوضاع الكبيرة التي تحدث في مثل هذه التحولات السياسية الكبيرة من حكومة إلى حكومة أخرى ومن نظام إلى نظام آخر وهذه الأوضاع التي الآن أصبحت ساخنة وهي بدأت الآن تنمو شيئا فشيئا وتتطور بصورة أو بأخرى على الساحة الأفغانية هي واحدة من الأحداث التي مرت على هذه الدولة في سابق أزمانها أيضا إضافة إلى أن الأحداث الجارية الآن على الساحة الأفغانية سواء كان ذلك يتعلق بالحكومة المقبلة ومشاركة الأطراف السياسية المختلفة لحركة طالبان في هذه الحكومة المقبلة أو سواء كان ذلك مما يحدث الآن فيما يشبه أحداث مطار كابل وما حولها من المناطق التي حدثت فيها الأحداث التي رأاها العالم اليوم المهم في الأمر من كل هذا هو أن حركة طالبان الآن بدأت تتفاوض فيما بينها مع الأطراف المختلفة مع مكتب قطر أولا مع المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر ومع المسؤولين المتواجدين على الساحة الأفغانية أو المنضمين إليها من الجهات المختلفة فحسب التقارير المستجدة الآن عندنا هناك مجموعات كبيرة من حركة طالبان بدأت تقدم نحو العاصمة من جهات مختلفة وهذا يعني أن حركة طالبان هي تخطط لأن تكون هناك حكومة مرتبة أو منظمة أو في بداية الأمر هي تحاول أن تتم السيطرة على الأوضاع بصورة كاملة من الأخبار التي هي الآن عرفناها في الآوين الأخيرة هي أن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد هو قال إن المجموعة من قيادات الحركة أجدا بدأت تتجه نحو العاصمة من الأطراف أو من الولايات الأفغانية أو ربما بعضها من خارج البلاد حسب تعبير بعض الجهات المتنوعة الجديد في الأمر أن هناك محادثات متنوعة بين الأطراف السياسية المختلفة غير حركة طالبان أيضا بما في ذلك شخصية عبدالله عبدالله وقلب الدين حكمتيار ومجموعة من العناصر التي كانت موجودة في الحكومة السابقة فهذا يعني أن حركة طالبان الآن بدأت تفتح المجال لمشاركة الأطراف الأخرى بداية في بث الأمن والسلام داخل العاصمة أولا وداخل الولايات الأفغانية الأخرى ثانيا كما أن هناك الآن مجموعة سيد بسام ابقى معي دقيقة واحدة حيث نقرأ هذا الخبر العاجل لمجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى سماحي بدخول المساعدات الإنسانية دون عراقي إذن مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى سماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عرق دكتور عبد المجيب هذه الدعوات التي تخرج عن المؤسسات الدولية كمجلس الأمن وتخرج عن المؤسسات الإغاثية كالأمم المتحدة وصليب الأحمر وغيرها ما هو التهديد الذي تواجهه هذه المساعدات إن كانت حركة طالبان قد أعلنت تأمين الجميع تأمين القيادات السابقة تأمين المواطنين أعلنت عدم الدخول في معارك وعدم دخول في أي قتال مع أي من الأطراف الموجودة طالما لا يوجد هناك قتال من الذي توجه إلى هذه الدعوات؟ بداية قضية تقديم المساعدات من هذه الأطراف هذه هي في الحقيقة الواجب الحقيقي لهذه الجهات التي تراه من المفروض عليهم أو على عاتقهم في أن يقدموه لمثل هذه الأحداث أو لمثل هذه الأوضاع للبلاد التي تعتبر عموما في العالم بلادا منكوبة وحالة أفغانستان الآن هي قد تكون مختلفة عن البلاد المنكوبة لكنها في نظر كثير من الناس من المتوقع أنها تكون معرضة لمجموعة من المخاطر الكبيرة التي تكون بحاجة إلى مجموعة من هذه المساعدات موقف حركة طالبان من مثل هذه المساعدات سواء أكان ذلك من هذه الجهات الرسمية أو غيرها من الجهات البشرية الأخرى هو سيكون في الغالب موقفا إنسانيا بصورة عامة لأن حركة طالبان الآن حسب التصريحات الأخيرة لها هي ترحب بكل رأي بنا وبكل مساعدة تبني البلد وبكل ما يمكن أن يؤمن لأفغانستان مستقبلها وأن يؤمن لمواطنيها حياتها الأمنة التي حرمت منها أيام الحكومة السابقة تقريبا أقرأ هذا الخبر العاجل الذي جاءت ضمن بيان مجلس الأمن الدولي حيث الذي يدعو فيه إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء إذن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء كما يدعو في بيان إلى التوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان اسمح لي بسؤالك فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات التي رفعتها تخوفات سواء الدول بايدن قال إنه قد يسعى إلى عمل مجهود دولي لضمان حقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي يطالب بضمان حقوق الإنسان وحكومة موحدة تضم النساء هذه التخوفات كيف ستتعامل مع حركة طالبان بما تعتقد هو في الحقيقة هذا الأمر يجب أن نصبر قليلا برأيه للأيام القادمة حتى تخرج الأمور بصورتها الواضحة في الأيام القريبة القادمة لكن بصورة عامة موقف حركة طالبان من الحكومة الموحدة ومن خاصة ومن قضية عمل المرأة فيها هو موقف واضح بصورة بسيطة وليس بصورة كلية بداية الحكومة الموحدة إن كان يعني مشاركة الأطراف الأفغانية المختلفة فهذا الأمر في الغالب هو الذي تجلس حركة طالبان الآن تتفاوض فيما بينها عبر قنواتها المختلفة كما أنها الآن بدأت تتفاوض مع الأطراف الأفغانية المختلفة بما في ذلك الأحزاب والعناصر التي كانت موجودة في الحكومة السابقة ومن الأخبار التي سمعناها الآن أن حركة طالبان الآن تدعو مجموعة من تلك العناصر التي كانت تشتغل في مجموعة من الوزارات أو المناصب المختلفة لتحتلها مرة أخرى إلى القرار القادم الذي سيصدر قريبا بالنسبة للقضية المرأة هو الأمر الواضح أن الحركة تقالت عبر متحدثها الرسمي أن المرأة سيسمح لها بالعمل وسيسمح لها بمزاولة مجموعة من أعمالها الأساسية في المجتمع شريطة أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي وأن لا تكون مرة أخرى تصطاد حسب تعبيرهم تصطاد مرة أخرى من مجموعة من الجهات المختلفة نعم نعم ابقى معي سيد عبد المجيب بسام ينضم إلينا عبر الهاتف من إسلام أباد المحل الأساسي حذيفة فريد سيد حذيفة مرحبا بك سيد حذيفة بداية دعني أسألك كيف تتابع التطورات اليوم هناك هدوء في أفغانستان كما قيل من عدد من التصريحات ولكن هناك خارج أفغانستان سيل من التصريحات من الدول ومن الفاعلين الدوليين أرحب بكم وغيريكم الكرام ورحب بأساد المساهدين بالنسبة لأنه في فاكستاني فقد أطلقت فضوة خارجية فاكستانية تصريحات حدثت فيها عن التطورات الأخيرة في أفغانستان مشاكلة على أن ترغب في أن تكون أفغانستان آمنة وأن يعيش الشعب الأفغاني وأن يلقى الشعب الأفغاني الحياة الكريمة على أكثر مكان في أداخلين من الزمن أريد أن كان هناك تصريح بوزير الخارجية تفكسان شهر محمود قريشي هو تحدث صراحة عن منع تفكسان من الحديث أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأخيرة في أفغانستان وحمل الجانب الهندي بكون عمل تفرق وعمل تحيي في مجلس الأمن بما يخص القضية الأفغانية هذا من ناحية ومن ناحية محرم فكسان أعطى تفكسان لحركة طالبان اليوم نحن شاهدنا تصريحات الوزارة الخارجية الصينية وكذلك الوزارة الخارجية الروسية تفكين هذه التفكيحات بأنه لا مانع لدى كرثة هاتين الدولتين في العمل سوياً مع الجانب الطالباني أو مع إمارة أفغانستان الإخلامية لم يكن هذا بتخديري ليحصل لولاً الضمناء الذي قد جمعتها فكسان لهاتين الدولتين طبعاً نحن نشك في الأيام القادمة أيضاً عمل جميلوماسي كبير من قبل فكسان يترسل إعتراض أيضاً مجموعة أخرى من الدول حالياً باستثناء الأمن في أفغانستان يعني كان آخر ما فيه مشاكل في أفغانستان كان هو مطار كابل الدولي ولكن حتى الآن بحسب الأخبار الأخيرة متداولة والمصادر من أفغانستان فحتى مطار كابل الدولي الآن أصبح بيد طالبان في الأوضاع في طالبان أفغانستان الآن تعتبر آمنة مستقرة هذا موهل دول الجوار من ناحية وهذا ما كانت تبديد في أفغانستان وشبهت على هذا الموضوع أكثر من مرة أن تريد أفغانستان آمنة أفغانستان مسالمة يعمل سلم في كل أرجاء أفغانستان أيضاً أن تكون عملية انتخال السلطة الثلاثية التي حصلت في أفغانستان كارثة بغوطوم تانكستانية سيد حذيفة دعني قبل أن نستكمل فيما يتعلق بدور المجتمع الدولي والعلاقة مع المجتمع الدولي في هذه اللحظة داني أعوض بك إلى الداخل الأفغاني قليلاً وأسألك هناك تحديات جمى تواجهها حركة طالبان الآن في هذه اللحظة لأجل حكم أفغانستان دون أن يتم وصف الأمر وكأنه تفرد بالسلطة ما الذي يجب على طالبان؟ وما هي الإشارات التي قالتها حتى اللحظة التي تطمئن الشعب الأفغاني لأجل هذه المهمة؟ بالنسبة لهذا الموضوع ما يخص أن طالبان هو المسيطر الوحيد على السلطة الذي حصل في الفترة الأخيرة مع القتال ضد النظام في كابل الذي حصل هو أن هناك أيضاً قيادات من الفراجيك ولأول مرة وقيادات من الفراجيك ولأول مرة حالة مع حركة طالبان وهذا كان يستحيل أن نرى في فترة التفعيلات لأن المناطق الشمالية بالذاتة لأدخل الفراجيك كانوا مخالقين سماماً للطالبان ولكن ما رأينا في المرحلة الأخيرة سهدنا قيادات تاجيكية وإذبتهم للمرة الأولى الآن النظر في نراف الأجيام القادمة هو ما سوضي لنا هل أن طالبان أو حلف الذي حصل مع طالبان كان حلف مؤقت فقط لإخراج سخط النظام في كابل أم هو وحيد على مدى مستمرة في فترة التفضيلة أتوقع أن الهدف المرحلي كان هو إخراج حدث تصيب الهدف المرحلي كان هو إخراج النظام من كابل ثم نرى طريقة الحكم الديمقراطية أو الترميلة في الفترة هذه سفنرى موجود شورة للمجاهدين مثلاً يضم كافة القيادات بما فيها من فالدان إذا فيها الطاجيك والإزبك أيضا هناك وفت برنماني وصل إلى فتكستان طبعا هذا الوقت مقرر له الزيارة قبل أن يتم أو قبل أن يكتوري طالبان على السلطة في أفغانستان هذا الوقت موجود حاليا في السنبات يتم السباحة بهذا الشأن بشأن تدار السلطة في أفغانستان نانسى أيضا أن فتكستان تلعب دور كبير فيما يتعلق بإقناع طالبان فيما يخص الموضوع التداول السلطة أيضا هناك حديث عن موجود إبن أحمد شاه مسعود أحد أمراء الحرب المشهورين وقائد تحالف الشمال السابق الأيام الإتحاد السوريجي إبنه موجود في السامبات المحر القادمة ستتبين طريقة عمل طالبان مع هذه العراقة المتحدة التي كانت لخائفة لهذه الأمس وأصبح ذاته فيه داخلي وموجودا مع طالبان سوف يترجم طريقة أمن هذه الحساب هل مجرد سوف يتعطيه طالبان صبعا المتوقع أن تكون طالبان هي المستحذرة وأنها حسبة الأسد في كعكة الحكم في أفغانستان ولكن المؤكد كذلك أنها سوف تعطي القيادات وسوف تعطي العراقة الأخرى أيضا نصيبها أيضا من كعكة الحكم لأنها لن تتسأتر بالنظام أو لن تتسأتر بالحكم في أفغانستان نعم طيب دعني أيضا أسألك يعني منذ الأمس وحتى اللحظة لم نسمع أكثر من كلمة التخوفات من عودة أفغانستان كمعقل للإرهاب مجددا الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا ألمانيا بريطانيا كل هذه الدول تتحدث عن احتمالية عودة أفغانستان كمعقل للإرهاب مجددا هذا وإن كان يضع تساؤل عن موقف حركة طالبان والذي سيحتاج إلى بعض الوقت للتأكد منه ويضع تساؤل على هذه الدول عندما تم وضع اتفاق مع حركة طالبان وبعدما أمضت عشرين عاما في هذه الدولة في أفغانستان ما الذي قامت به لمنع مسألة تحول أفغانستان كمعقل للإرهاب ولماذا هي تثير هذا التخوف والتوتر مجددا هو كان حديث أيضا سابقا يتحدث مثلا عن أمريكا ربما ستسعود مرة أخرى لمحاربة الجامعات الإرهابية في أفغانستان ولكن يتصوري أن الوضع الحالي في أفغانستان لم يكون كما كان في السادق لأنها جامعات إرهابية كما يتحدث عنها لإعدام الغربي ما يتحدث حاليا صراحة هو عملية شيطة مستمرة لأن حركة على جميع الأصعدة والجميع النواحي كانت هناك شيطة إعلامية لما يخص قضايا المرأة مثلا وقضايا التعليم وغيرا من القضايا التي لا أعتبرها موضوعية هذه النحط وليست ذات الموضوع وتحدث عن دولة منهارة لمدة اكترابة خمسين عام أو أربعين عام من أيام الاحتلال السوبيتي ثم بعدها أيام الاحتلال الأمريكي لن يقوم لك استقرار في هذه المنطقة بالفعل نعم هي كانت بقعة مليئة بكثير من الحركات الجهالية سواء تنظيم الخاعد أو سواء داعش وغيرهما ولكن لو نظر نحن إلى أفغانستان مثلا من حيث العلاقة ما بين تنظيم داعش والعلاقة ما بين طالبان والعلاقة ليست بطلق كلا الطرطين يعارض الصرف الآخر كلا الطرطين من كل العداء للصرف الآخر يستخدم أن يجتمع البت وغيرهما لكثير الخلافات العقادية بين كلا الطرطين التخوص صراحة من وجود أو وجود عن جماعات الارهابية هو تخوص سابق لأواله ما زلت أقول وأنا صراحة يعني أقول دعوا الوقت يحكم أعطوا لطالبان فرصة الحركة لم تكمل حتى 48 ساعة من وصولها إلى سدة الحكم في إطالي السن أعطوا فرصة حتى يرتب البيت الأطراني ثم بعد نستطيع الحكم أما الحديث الآن عن عودة الجماعات الإرهابية وعودة الحركات الإرهابية وتطبيبه في أفغانستان هو حديث سادق لأواله نشوء حركات إرهابية جديدة أيضا لن يكون بهذه السهولة يتكلم عن مجتمع أفغاني تحكمه أعراق وقبائل وعادات وتقاريب فنشوء حركة إرهابية لن يكون بكل السهولة التي تصورها الإعلام الغربي أو التي يغذيها الإعلام الغربي فقط أعطوا فريدان فرصة لنعطي هذه الحركة التي أرادها الشعب الأفغاني واختارها الشعب الأفغاني ويريد منها أن تبثي لهم لنعطيهم فرصة ثم بعد ذلك يمكن الحكم عليه نعم شكرا جزيلا سيد حديفة فريد المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من إسلام مباد أعضو إليك مرة أخرى سيد عبد المجيب بسام من إسلام مباد أيضا أريد أن أسألك عن مسألة تحول أو تخوف الدول الكبرى وتخوف دول العالم من تحول أفغانستان معقلة للإرهاب وطرح هذه النقطة الآن وبالتحديد رغم أن الاتفاق مع حركة طالبان أمضى كثير من الوقت خروج القوات الأجنبية قاب قوسين أو أدنى وأصبح أمرا واقعا هذه الدول وهي تغادر هي ترفع الآن هذا التخوف كيف تتابعه سيد عبد المجيب بسام نعم سألتك عن كيف تتابع رفع الدول الكبرى إلى تخوف تحول أفغانستان مرة أخرى إلى معقل للإرهاب بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم مرة أخرى ووصولها إلى القصر رئيسي في كابل هو بداية باعتقادي أن الدول الكبرى يحق لها أن تتوقع أن تكون أفغانستان مرة أخرى مرة مرة أخرى معقلا للإرهاب أو تخويف الدول المجاورة أو البعيدة أيضا وذلك لأسباب السبب الأول أن الدول الكبرى في هذه العقدين من الزمان لم يروا من حركة طالبان غير الضربات المؤلمة وذلك بحكم الحرب التي كانت بينها وبين القوات المحتلة لهذه البلاد فمن حق هذه الدول أن تكون متخوفة من هذا الأمر بصورة أو بأخرى ولكن قد يكون هذا الحديث سابقا لأوانه أن تتخوف الدول المجاورة أو الدول الكبرى بصورة عامة عن أن تتحول أفغانستان إلى معقل للإرهاب بمرة أخرى حسب تعبيرهم لكن الذي يعرف عن حركة طالبان وعن الاتفاقية التي أبرمت بين حركة طالبان وبين الأمريكان في الدوحة كان من بين بنود هذه الاتفاقية أن أفغانستان لن تستخدم مرة أخرى ضد الدولة الكبيرة دولة أمريكا أنها لن تستخدم مرة أخرى مركزا للتخويف أو حسب تعبيرهم الإرهاب وأن لا يكون هناك مرة أخرى مجموعة من البرامج التي هي تهدد الأمن القومي أو السلام بصورة عامة في أمريكا أو في الدول المحالفة لها فهذا التخوف هو لن ينتهي إلا بعد أن تبدأ الحكومة حركة طالبان في ترتيب حكومة جديدة التي ستبث بعد ذلك برامجها وسياساتها المختلفة وتعلنها للأطراف العامة سواء أكان ذلك للأحزاب السياسية المتواجدة على أرض أفغانستان حاليا أو سواء أكان ذلك في تعاملها مع الدول المجاورة أو مع الدول الكبرى بصورة أو بأخرى بخصوص هذا التخوف هناك نقطة مهمة معظم الدول الكبرى التي نتحدث عنها وأنها الآن متخوفة وتذكر في هذه القائمة مجموعة من تلك الدول التي كانت طرفا في حلف الناتو تلك الدول التي كانت أعلنت الحرب على أفغانستان بصورة عامة وعلى حركة طالبان بصورة خاصة فهذه الدول التي كانت جزءا في حلف الناتو أو التي كانت تحارب حركة طالبان وتحتل هذه البلاد مدة من الزمن قد يكون عندها الحق في أن تكون في تخوف من أن تتحول هذه الدولة مرة أخرى خاصة وأن الأيام القادمة هي يبدو أنها لحركة طالبان وأنها هي التي ستدبر أمر هذه الدولة وأنها ستشارك معها مجموعة من الأطراف الأفغانية في داخل هذه الدولة الأمر الذي نعم تفضل الأمر الذي أراه أنه هو الأهم في هذه الفترة أن هذه الدول الكبرى التي الآن هي متخوفة من أن تتحول دولة أفغانستان الآن في ظل هذه الحركة إمارة أفغانستان الإسلامية الأهم من هذا من أنها من أول يوم لما أعلنت الحرب على أفغانستان كانت دخلتها لأمرين الأمر الأول هو القضاء على حركة طالبان الإرهابية بحد تعبيرهم والأمر الثاني هو أن يستتب الأمن والسلام في هذا البلد وينتشر بعد ذلك من هذا البلد إلى البلاد المجاورة ابقى معي سيد عبد المجيب عبد المجيب بسام من إسلام أباد ابقى معي ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو فتش سلاف موتوزوف المحلل السياسي سيد موتوزوف مرحبا بك سيد موتوزوف كنت معنا بالأمس وتابعنا التطورات التي أعقبت وصول حركة طالبان إلى قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابل موسكو حذرت من احتمالية أن تستغل تنظيمات إرهابية الفراغ في أفغانستان كيف تتابع هذا التحذير كل شيء يجري اليوم في أفغانستان كان من المتوقع من زمان ليست هذا شيء مفجع لكل الناس الذين كانوا يراقبون تطورات أحداث في أفغانستان خلال سنوات الماضية أمريكا نعلن عن انسحاب القوات المسلحة من زمان من أيام بارك أباما ودونيس ترامب وهذه وعود حق وطبقة رئيس بايدن بلا شك أن روسيا كانت تفهم النتائج وخلفية من هذا الانسحاب وطبقا كانت تونيزم عن لقاءات لكي يتفهم مع تليبان وكانت لقاءات وقت تليباني في موسكو وكان زيارة تليبان لسوش وليقات لسوش مع رئيس سابير السابق روسي في أفغانستان وهو اليوم رئيس دارت آسيا تاني في خارجية روسية واسم عائلته بالمناسبة كابولوف زمير كابولوف شخص ممتاز يعرف جيدا ومتفاهم وطبعا اتسالات مع تليبان كانت واضحة ونحن بغد النظر أنه نحن كنا جين تليبان كمنظمة إرهابية في لسة سوطاب مجلس الأمن للأم والتحد وسجل نتيجة لهذا خطوة هذه المنظمة إلى لسة السعوداء في روسيا فدرالية ولكن اليوم تتغير توضع تتغير الظروف واللقاءات واضحة تماما أن روسيا تشعر نفسها آمنة في أفغانستان في كابول وصفارة روسية تعمل اليوم في كابول في كل احتمام من قبل قيادة تليبان بالمناسبة وكذلك مؤسسات روسية لا تلاحظ أي اترابات أي استباكات وزروف الأمنية حسب تعليقات من السفاة الروسية في كابول هذا هذا أبدل بكثير علاقات من الحكومة حتى السابقة لأن أمريكان كانوا يسيطرون على حكومة سابقة وعلاقات معروشة كانت تبيعية جيدة ولكن تحت رعاية الأمريكية اليوم بيّن أن رعاية الأمريكية غير موجودة وهذا لا يعني أن نحن نوافق على أي برنامج الجدول عمل من طب الحكومة الجديدة في أوليستان إذا هم يضعوا البرنامج وأجندة المتطرفة لا ولذلك الاتمام للأجندة هي نقطة الرئيسية سيد متزوف السفير الروسي اليوم في لقاء قال وأكد أن حركة طالبان هي التي تحرس السفارة الروسية في كابل وادلا من الجنود الأفغان الذين تم العسكريين الأفغان سابقا ماذا يختلف في حركة طالبان 2021 عن حركة طالبان 2021 وهذا الاختلاف هو الذي يصنع الفارق فيما يتعلق ب رؤيتك أو الرؤية الروسية يهدي الحركة في هذه اللحظة أنا شكسيا أكادر حتى في 2001 كانت خطوة روسية لتأييد موقف الأمريكي كانت غلطة غلطة لأنه في بداية البدايات كل دلائل لا تقول شيئا عن طالبان كانت منازمة للهدي صحيح هي دهلت حرب بدا قوات المسلح الأمريكية في أفغانستان وبد سلطة التي كانت تؤذف وراءها الغلايات المتحدة وهذا حرب حرب بين مسلح ومسلح آخر قضية الإرهاب هذا إرهاب عندما مسلحين يقتلون ويعذبون المدنيين هنا فور كبير لذلك سجل منازمة الطالبان كمنازمة الإرهابية هذا تغطى تغطى الأمريكي وروسيا لذلك الآن عيام وكانت تحاول أن يلطف أمريكا وهي عملت نفس المواقف تشابه المواقف الأمريكي اليوم تغير تصورة نحن في مواجهة السياسية مع الأمريكا ولذلك أصبح مواقف روسيا أكثر مستقلا وتأخذ مواقف أكيد أنا أعتبر أن إذا بكرة سلطة أفغانية تعلم تعليف الحكومة مؤقتة أو حكومة دمار السلطة دردية في أي دولة السلطة الجديدة التي تتبالور بعد وصول تليبان إلى الكابول لا شاك سوف يكون مغطرفة من قبل الروسية كدرالية وفي السبارة الروسية في كابول بحراسة القوار مسلحة تليبان تليب واضح اعتراض ديبلوماسي وسياسي بهذه الحركة من قبل روسيا أنا أظن أنا ليست روسيا فحسب ولكن كذلك الدول المجاورة لأفغانستان لأن كل خطوات وسياسة روسية تجاه أحداث في أفغانستان منصقة مع دول منظمة شانخاي سين الشعبية روسيا حيند باكستان ودول آسيا كوسط على خطوط مع أفغانستان لذلك هذا الموقف وإيران بالمناصف لذلك هذا الموقف مناصف وموحد وأنا أعتبر أن كل الدول العالم كما يحب يتحقق سوحانه وواشنغتون هذا مجتمع الدولي بين الكوسين معناها أن نوايات المتحد سيكونوا مضطر أن يعتارقوا إذا لا يعتارقوا يشلوا الحركة في الدول الجديدة هذا غير الطبيعي ليست نحن بدأنا أي دعم للطليبان هذا أمريكان عشرين سنة كانوا يربون ويواجهون ويتعاونون مع هذه الحركة من زمان بأي شكل إنتهت هذا التعاون الأمريكي للطليباني هذا نحن شهدنا اليوم بمطار سيد موتوزوف ما تتحدث عنه الآن يطرح تلقائيا بعد عشر سنين وجودهم في أفغانستان كان منظم تحت رية السوفيتية وغبروا كل وطرقوا أفغانستان منظمة بعد عشر سنين أمريكي أمريكيان اليوم موجودين 30 عام في أفغانستان 30 عام 20 هذا حكومة حالية لما قبل هذا عشر سنوات حكومة حكومة على التحالفات الدولية الكبرى هناك حديث عن قرب حركة طالبان من باكستان وعلاقات باكستان مع إيران ومع تركيا المعسكر الصيني المعسكر الأمريكي هذه المنطقة أصبحت منطقة التحالفات الكبرى كيف ستتبلور فيها طبعا المنطقة أصبحت منطقة تتركز فيها اهتمام الدول ولكن اهتمام الدول مجاورة أو بكل شيء كان مسلحة الخوف الأمريكي اللي نحن سمينا عنه خلال مناقشة ملطف أفغاني في اجتماع التاريخ لمجلس الأمن الأمريكي بالتاحة المباري لا شك أن هذا دليل ممكن نوافقه خوف موجود وموجود حتى لدي روسيا لأن بروز الدايش بروز القاعدة عن ياسر الذي وراءها استخدارات مركزية أمريكية وليست هذا صنع العربي صنع إسلامي هذا كل دايش وقاعدة هذا اعتراضات من هو بن لادن بن لادن كان عميل بروز بروز دايش دونالد ترامب قال بكل الوضوح أن وراء نسوك دولة إسلامية في سوريا والإراق هذا هي إدارة بارك أباما لذلك إذا نحن نجم كل شيء صنعة إسلام محاولة ترب على تكرة إسلامية في العالم الإسلامي هذا النشوق تلك المنظمات متطرفة الإرهابية وغيرها لذلك نحن نعتبر أن نحن نبنى علاقات مع الدول الإسلامية نحن كروسيا دولة الإسلامية 20% من سكتان روسيا أصلا من المسلمين كل عالم يعرف هذا هذا تدارستان بشكرتستان وحتى في مونسكو يعني يعرف قليل مسلمين تدار فقط عايشين في موسكو حاليا عمال من آسيا مرتزية ومن جمهوريات كوكازية من مناطق روسيا مختلفة موجودين في موسكو نحن نعتبر أنفسنا دولة على الربع بالخليل دولة الإسلامية واضحة الفكرة شكرا جزيلا المحل الأساسي فيتش سلاف المتزوف كنت معنا عبر الهاتف من موسكو الشكر كذلك موصول إلى ضيف عبد المجيب بسام من إسلام أباد شكرا جزيلا لك ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الأكاديمي والمحل الأساسي دكتور حسن أحمديان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسن مرحبا بك دكتور حسن دعني أسألك كيف تتابع التطورات الأخيرة في أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى قصر الرئاسة في كابل وتطورات دولية المواجهة لذلك مساء الخير طبعا الموقف والرؤية من طهران هي أن الوضع ربما متجه إلى تصعيد أو انفلات أمني وهو ما تتخوص منه إيران كثيرا ويتعمل جاهدة على من ذلك عبر علاقاتها مع كل الأطراف تقريبا في أفغانستان عقدت إيران مؤتمرين مؤتمر لدول الجوار ومؤتمر الحوار الأفغاني الأفغاني في الأشهر الماضية ليس من زمن بعيد وهي كانت تنظر إلى تطور الأمور في هذا الاتجاه طبعا التطورات الأيام الماضية أخذت وطيرة سريعة جدا لذلك الرؤية والتخوف ازداد من انفلات الأمور لكن حتى الآن هناك شيئا من التهديئة من قبل الأطراف منهم طالبان وتذلك أطراف الحكومة الأفغانية لعدم الإنجرار لمواجهات وهو ما تشجعه إيران لكن هناك مضاعفات كما هو واضح أهم أمر حتى الآن يؤثر على إيران بشكل يومي هو تذاحم المواطنون الأفغان على الحدود وهما يأتي مضاعفات أمنية إلى جانب طبعا المضاعفات الاقتصادية وغيرها إلى جانب ذلك هناك طبعا علاقات بنيت في العقدين الماضيين علاقة اقتصادية على أن إيران أول شريك تجاري لأفغانستان حاليا هذه التجارة تقريبا توقفت في الأيام الماضية بسبب الوضع الأمني المستجد تأمل إيران بالعودة للاستقرار في أفغانستان لعادة هذه العجلة الاقتصادية التجارية أيضا لكن بشكل عام هناك وضع مستجد وهناك ترقب وحيطة وحذر في هذا الوضع إيران أوضحت أنها ليست ضد طرف مع طرف في أفغانستان هي مع الاستقرار وذلك لدواعي أمنها القومي أمن إيران القومي أساسا تنظر إلى أفغانستان على دكتور حسن اسمح لي بسؤالك خروج الولايات المتحدة الأمريكية المشاهد التي تابعناها منذ الأمس وحتى اللحظة خروج الطائرات كيف تبعتم ذلك وكيف تصف بقاء الولايات المتحدة الأمريكية عشرين عاما ثم خروجها بهذه الطريقة الواضح أنه الأهداف المعلنة أمريكيا لم تتحقق أي من هذه الأهداف أساسا جلوس المسؤولين الأمريكيين مع قيادات من طالبان كان إعلان لفشل الاستراتيجية السابقة القائلة بنهاية هذه الحركة ونهاية حكمها في أفغانستان وهذا بدأ منذ عقد تقريبا بتقسيم طالبان أكثر من عقد بتقسيم طالبان إلى طالبان جيد وطالبان سيء من قبل الإدارة الأمريكية الأسبق يعني إدارة الرئيس أوباما ثم انتقلت إلى التحاور مع هذه الحركة في إدارة الرئيس ترامب وبعده طبعا الوضع المستجد إيران الرسمية تعلن أنه اليوم سنستمعنا إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكذلك إلى مسؤولين آخرين يتكلمون عن فشل الولايات المتحدة وهزيمتها وهربئة من أفغانستان الواقع أنه الأهداف الأمريكية لم تتحقق وخروج الولايات المتحدة بهذا الشكل طبعا ينظر إليه على أنه هزيمة كبيرة لحقت بالولايات المتحدة وهو أمر ينظر إليه بإيجابية كبيرة نظرا لأن الولايات المتحدة كانت تحاول منذ عقدين فرض ما تريد هي ليس بالضرورة ما يريده الشعب الأفغاني رغم أن إيران وقفت إلى جانب التجربة الديمقراطية بأفغانستان لكن بشكل عام الضغط الأمريكي والحضور الأمريكي العسكري لم يكن محبذا ولا مقبولا إيرانيا وإيران لم تتراجع عن إعلان أن هذا الحضور غير مقبول على الجوار لأنه أساسا كان يمثل من أكبر التهديدات التي كانت تحيط بإيران من الجانب الأفغاني حضور النات وحضور الولايات المتحدة والتالي خروج الأمريكي بهذا الشكل أمر إيجابي لكن مضاعفاته الأمنية قد تأتي بمستجدات إيران في قنان عنها وهي تحاول اليوم لمنع تلك المضاعفات عبر دعوتها الأطراف الأفغانية المختلفة للحوار حوار أفغاني أفغاني يمنع الانزلاق إلى مواجهات وهو ما حدث حتى اليوم وربما في المستقبل سنشهد حوارات أفغانية أفغانية تقلص من احتمالات الانزلاق إلى مواجهات ربما في المستقبل وضحت الفكرة دكتور حسن أحمد يان أستاذ العلم السياسية شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف من طهران لك جزيلا شكرا ينضم إلينا في الستوديو دكتور أحمد موفق زيدان الخبير في الشؤون الأفغانية ومؤلم